شكرا معلقنا كابتن أحمد منع إذن انتهت المباراة بفوز نادي الأهلي 75-64 ويؤكد جدارته بالتأهل لدور القبل النهائي على حساب نادي الزمالك في فوز من أربع لقاءات. اتنين مرتبط واثنين على مستوى الفرق الكبير ألف مليون مبروك هارد لك نادي الزمالك الحقيقة عندنا مهمة صعبة هتبتدي من يوم الثلاثة إن شاء الله قبل النهائي مع نادي الاتحاد ده كان مفهول يكون النهائي الطبيعي في آخر سالتين ثلاثة ولكن تشاء الأقدار أن يكون النهائي مبكرا في قبل النهائي. أروح ضيوفي اللي برحب بيهم للمرة الثالثة. كابتن سلعاوي أهلا بحضرتك. كابتن نبيل بخيط أهلا بحضرتك. كابتن نبيل يمكن الشهد الثالث شهد والرابع شهد تراجع في مستوى النادي الأهلي ولكن استطاع بخبراته بلعبته ونينهي المباراة خاصة أنه كان يعني فرق 24 نقطة أو 25 نقطة في الشهد الأول والثاني كان صعب تعويضهم ولكن شهد بعض التراجع تفسر ده بياك كابتن نبيل. هو في بعض يعني مش هقول تخازل بس. المباراة كانت واضن سعيد. فبالتالي الأهلي نزل برضو نفسيا خلاص متأكد أن المباراة خلصت وده حاجة ما تبقاش كويسة في الرياضة. لأن البسك بالذات ممكن يقلب بسرعة جمدة جدا. اللاعبت الزمالك استغلوا ده وعدم توفيق النادي الأهلي جيروا هجمات مرتدة سريعة. قدروا يحطوا بساكت قويسة. بساكت سريعة. تقلق أدهم آي ليدا في سري بوين في الفترة الثالثة والربعة. وكمان بسمه ده أحمد ياسر عبدوهاب. وخالد عبد الناصر في المتابعة. ده قلل الأسكور بالنسبة لنادي الأهلي. يعني ابتدأ الأسكور ينزل شوية 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 غير ما وصل أنه يبقى عشر شهد شابو.